بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عليك أن اعلمتنا وأعل・・نا ماء ينفعنا يابر الإعالم إن شاء الله حKnبدأ مع بعض النهاردة في الس fica.. أحب أفكرّت في الس Let's Human mouvement التالية أنت تتكلم عن إمّ? أهمّ من الرئيس عن التاريخ الجافة الجافة هي اللي عملت ممّنanna لإمّتت Student Relationszek? وما الذي عملها؟ أصبحت اي essent مت Nederland بعد ذلك staff at-قلمنا عن مزايا الجافة وقلنا مستين ايه هما المالتسردن وقلنا موضوع السردن شاء الله دي شابتر معانا هنتكلم فيه زي كمان اللي احنا اتكلمنا عن نيزة الـ Platform Independent وعرفنا يعني ايه Platform وعرفنا يعني ايه Platform Independent وكمان عرفنا يعني ايه GRE وعرفنا يعني ايه GDK وعرفنا يعني ايه GPM و ايه فايدة GPM كل ده عرفنا مرة اللي فاتت وكمان واريته في الصفتوير بتاع GDK و ازا تصطب النهاردة بقى هنتكلم في ايه النهاردة هنتكلم في الميزة رقم 3 الميزة رقم 3 بتاعت الجافا مهمة جدا يا اخوان لانها في موضوع مهم جدا في الميزة رقم 3 دي الميزة رقم 3 بتقول ايه بتقول ان الجافا is Object Oriented Programming فاحنا هنتكلم النهاردة عن الـ Object Oriented Programming وليس عن مبادئ الـ Object Oriented Programming هو فيه فرق يا باش مهندس ايه طبعا المبادئ حاجة ويعني ايه Object Oriented حاجة ثاني فانا يهمني النهاردة ان افهم يعني ايه Object Oriented Programming قبل ما افهم المبادئ لازم اعرف يعني ايه Object Oriented لاني يا اخواننا معظم الناس واخد الـ Object Oriented على انها شوية قواعد شوية قواعد احنا بنحفظها وخلاص شوية قواعد احنا بنعرفها شوية قواعد احنا فهمينها وخلاص لكن لو فهمت الـ Object Oriented اساسا فكرتها ايه ومعمولة ليه الموضوع القواعد ده من نسبالك مش هيسبب اي مشكلة ان شاء الله فانت لما تفهم الـ Object Oriented معمولة ليه وفكرة عملها ايه الموضوع ده هيسهل عليك فهم الـ Object Oriented والموضوع ده هيفرق معاك كثير جدا باذن الله هنوضح ما هي الـ Object Oriented مفهومها ايه يعني ايه Object Oriented علشان نوضح يعني ايه Object Oriented فعاله ناخن مثال بسيط جدا افترض معايا ان في برنامج احنا عاملينه البرنامج ده مثلا برنامج شؤون عاملين البرنامج ده في موظف شجال عليه فجاله موظف زميله بيقوله انا عايز اعرف مرتب كام الشهر ده بيقوله انا عايز اعرف هقبت كام الشهر ده فهيتكلم معايا يقوله عايز اعرف كام عايز اعرف مرتب كام فهيرد عليه يقوله ايه يقوله انت شغال ايه يقوله والله انا شغال مثلا مهندس الموظف ده هيروح يعمل ايه هيروح يدور في البرنامج هيروح يدخل البرنامج مهندس فالبرنامج المفروض هيرد عليه ويقوله المهندس يجقى مرتبه كذا والبزاقات كذا فهيرجع لمرتب بتاعه تعالي بص على البرنامج ده من وجهة نظر لاسوا الميجين اللي هو احنا يعني لو انت بتعمل البرنامج ده ده هتعمله ازاي هقوله والله لو مهندس يبقى مرتبه كذا فكذا بالجهزاءات بتاعته في عدد ايام الحضور في الاجر في الساعة ده كله لو محاسب يبقى مرتبه كذا والاجر في الساعة كذا والجهزاءات بتاعته كذا وعلاواته كذا يبقى مرتبه كذا شوف 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 هيبقى البرنامج بتاعك كله لو كذا لو كذا لو كذا لو كذا لو كذا صح ولا اه هيبقى ده منظر البرنامج بتاعك طبعا بجملة افرد افرد الشركة عينك مهنة جديدة يعني انت عامل حسابك اللي برنامج ده مثلا لو محاسب يبقى كذا لو مهندس يبقى كذا افرد مثلا الشركة عينك مهنة جديدة عينك مثلا يا سيدي اي اوفيس بوي طب العمل ايه قالك هتطور انا كمبرمج اروح افتح الكود بتاعي لهو واضيف كود لهو اوفيس بوي يبقى المرتب بتاعه كذا 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 قالك ده يتطلب ان انت بعد ما عدلت في الكود لازم تعمل كومب هيلمل اول وجديد وهو ده الاسلوب القديم في البرنامج يركز يركز ازاي ان المرتب بيتحسب لو مهندس يبقى كذا لو محاسب يبقى كذا لو مش عارف ايه يبقى كذا ده بيقوله عليه الاستراكشار انه بيركز على الفانتشن ان انت عايز تعملها عايز تحسب مرتب ازاي فبتين تشغل بالك اه المهندس بقى الاجر في الساعة بتاعته قد ايه واشتغل قد ايه ونقسم منه بغايد قد ايه يبقى له قد ايه ده الاسلوب القديم في البرنامج وده عيوب ان لو حاجة ظهر جديدة انت تطلر مسلا تعدل في الكود بتاعته وتعمل كومبايل من الاول والدين الا بقى لو رحت خزنتي بقى ايه المهنة مثلا في داتا بيز وزي استدعيها من الداتا بيز والكلام ده قوله لكن انا عندي فكرة تانية ايه رأيك نفكر باسلوب تاني هو مش النظام ده قائم على ايه قال لك قائم علي التعامل ما بين الكائنات مع بعضه يعني ايه قال لك اساسا قايم على ان في موظف عايز يعرف مرتبك ايه فام راح باعت رسالة او اتكلم مع موظف تاني قال له والله انا مرتب عندك قد ايه فامي الموظف ده دور عنده في البرنامج بتاعه رؤى على مرتب الموظف ورد عليه وقال Value مرتبك كذا 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 يبقى النظام ده قائم على التعامل مع الكائنات مع بعضها وده بيقول له انا عايز مرتب فده يرد عليه يقول له وهو ينت شغال ايه يقول لا شغال كذا يبقى نتيجة تفاعل الكائنات مع بعضها البعض ونتيجة ان ايه ده بيكلم به ده بيكلم به حلاص يبقى البرنامج بتاعها ممكن يقول تخلي البرنامج بتاعنا مجموعة من الكائنات وتفاعل مع بعضها البعض ونتيجة تفاعل الكائنات مع بعضها البرنامج بتاعنا يشتغل مثلا اهو اوبجيت وده اوبجيت، ده كائن وده كائن وده كائن نكيض يتفاعلهم كلهم مع بعض ودا بيتكلم معناه ودا بيتكلم معناه، يحصل اللي البرنامج بتاعنا يؤدي الوظيفة اللي هو عايزي عارف بقى دلوقت ان فيه اسئلة جدا تقولك ايه اسئلة كتير جدا ان تتعز سألها لدلوقت تقولني فبازاي انا هعمل الكائنات دي في البرنامج، وازاي البرنامج بتاعه هيبقى اساسا الكائنات تتكلم مع بعضها، وهم اساسا هيتكلموا مع بعض انا عارف ان في اسئلة كتير جدا بس تعالى نخلي كل حدا في وقتها يعني كل حدا هتتقال ازاي؟ ازاي ده عبارة عن اكواد هذلك ولكن افهم معايا الانتظر انت فكرتها ايه؟ فكرتها ان البرنامج مايبقى شوية اكواد احنا مركزين على الوظيفة وخلاص لا احنا نركز على الاشياء اللي بيتكون منها السيستم اللي انا عندي موظفين بيتكلموا مع بعض وبعد كده نشوف احتياجاتهم ايه؟ المهم انا بقى ليه سؤال دلوقتي انت دلوقتي بان ايه كلامك كله ان في اتنين كائم بيتكلموا مع بعض ده كائم وده كائم طب افرد اخي الشركة عينت واحد كمان طب انا كده هتطر اغير ايه اغير في البرنامج بتاعي واعمل كائم تاني جديد لا ليه يا سيني لا الكلام معناه كده انا اصبتها مش واحد بالك من الحالة ايه رأيك نحط وصف ثابت للموظفين بتوع الشركة يعني ايه وصف ثابت هنروح مثلا على الشركة نحن نعمل لها البرنامج انتوا يا سيدي الموظف عندكو ايه موظفاتو يقول لح مثلا موظفاتو اللي هو رقب اللي هو اللي هو اسم اللي هو وظيفة اللي هو مرتب دي موظفات الموظف عندنه ايه تاني في حالة تاني عايز تعرفها قال لك اه عايز تعرف العمليات بتاعت ايه هي العمليات بتاعت الكائم ده احن فعندوكم الموظف مطلوب منه يعمل ايه قال لك والله مطلوب منه اللي يشتهر قال لك مطلوب منه برضو بيزور فبتعايز تقول ايه ان ده كله على رقنه وصف ثابت للموظفين بتوع الشركة اي موظف في الشركة هيبقى له الوصف ده اي موظف في الشركة هيبقى له رقم اي موظف في الشركة هيبقى له اسم اي موظف في الشركة هيبقى له وظيفة اي موظف في الشركة هيبقى له مرتب اي موظف في الشركة هيبقى مطلوب منه اللي هو يعمل عمليات زي ايه قال لك انه يشتغل انه يزوغ انه اي حاجة يبنى حاجة ان الوصف ده هيبقى لكل الموظفين اللي في الشركة قبل ما انت حطيت مثلا وصف ثابت للموظفين بتوع الشركة انت استفدت ايه؟ قالك لا لا استفدت كتير قوي ازاي يعني مش فاهم قالك اصلي انت مش واحد بالك ما انا بقى هعمل كائن من هذا التصنيف الكائن ده هيبقاله ايه؟ قالك هيبقاله رقب وهيبقاله اسم وهيبقاله وظيفة وهيبقاله مرتق طب ما فيه نعمل كائن كمان الكائن ده برده هيبقاله ايه؟ قالك لازم يبقاله رقم ويبقاله وظيفة ويبقاله اسم ويبقاله مرتق قال لا طب ده باش مهندس الكائن ده هو ده قالك لا ما فيه اصلا هنا هحط ايه؟ هحط هنا رقم 101 يعني موظف ده رقمه 101 واسمه ابراهيم والوظيفة مهندس ومرتبه مثلا مجنيه لكن ده قالك لا انا هخلي رقم ده 102 ومرتبه مثلا 1000 جنيه واسمه اسمه علي والوظيفة محاسب قالك لتيجة اختلاف القيم بتاعت الخصائص ينتج مجموعة من الكائنات كل كائن مستقل بذاته صحة ولا لا لو دي الخصائص فاحنا كلنا لنا نفس الخصائص ولكن اختلاف القيم هنا عن اختلاف القيم هنا ينتج ان ده object ده كائن وده كائن صحة ولا لا انا عايز البرنامج بتاعي يبقى كده طب وانت يا اخي مستغرب ليه تصدق ان انت شفت الكائن ده قبل كده هتقولي لا انا ما شفتوش هقولك لا انت شفت عارف امتى عارف وانت مثلا بتلعب فيفا ايه اللي بيحصل اهو المبرمج اللي عمل الفيفا عمل راح عمل وصف ثابت لأي لاعب الوصف ده ايه قالك اللاعب اللي بيلعب قورة مواصفاته ايه قالك والله مثلا نخلي له اسم ونخلي مثلا لغه البلد اللي هو بيلعب ليها الناسو ده البتاعه ونخلي له مثلا لغن الملابس بتاعته القلر ونخلي له مثلا رقم الفانيلا بتاعته تعالى مثلا اعمل لك object اعمل لك player اعمل لك لاعب اللاعب ده هخلي اسمه ايه خلي اسمه ايه ميسي وخلي النشنل بتاعته مش عارف ارجنتين وخلي الملابس بيلبي صحمة وخلي الرقم بتاعه عشرة قالك نفية هذي الحصائص يطلع لك مين يطلع لك object نفسي نعمل object ثاني ايه يقالك بيلبس احمر ولكن رقم 22 ولكن مثلا الجنسية بتاعته مصري يطلع ابوتريكا نتيجة اختلاف الخصائص مع بعض يطلع لعب بشكل مختلف ويطلع لعب تاني بشكل مختلف كل لعب له خصائص الطول والعرض واللرسط والسرعة بتاعته وكل الكلام ده نتيجة اختلاف الخصائص ده عنده يطلع قدام عينيك object مختلف عن الاخر عندك مثلا لبتلعب رد ألرسط انت لبكين تضغط هنا عشان تعمل مثلا جندي فهو عامل ايه مثلا عامل مثلا تصليف للجندي الجندي يكون له ايه يكون له ايدي ويكون له الهيلس الصحة بتاعته يكون له اي حاجة فييجي مثلا يعمل كائن من ايه من التصنيف نه يخلي ايديه بكذا والهيلس بتاعته بمية وايه العمليات المطلوبة منه العمليات المطلوبة منه انه يتيل انه يموت انه يفوق عمليات مطلوبة منه فهيجي مثلا object لما تدوس على جندي مثلا معين فهي تدوس على ده يطلع لك كائن بيجري كده قدامك فيه تدوس على واحد تاني يطلع لك كائن تاني فهي تلاقي جندي بيطير وجندي يماشي على رجله الفرق يعني لك ده خاصية فيه اللي هو ده يطلع لك ان ده بيطيرش فيه مثلا تضرب حد معين يعني ده مثلا ايه كائن يضرب كائن تاني مثلا الهيلس بتاعته يقول لك ايه با الهيلس بتاعته قلت شوية انه هو برعا متغير بيقلمه وبيمقصه معنى كده ايه معنى كده ان البرنانج بتاعك شوية كائنات مع بعض بيتفعلوا مع بعض عارج انت مثلا الكائن ده مع القورة اهو القورة ده object والكائن ده object عارج انت لما يديها الواحد تاني صاحبه فصاحبه ده مثلا object تاني فobject بيبدي object الobject فالobject oriented يعني الفيفا دي مثلا بيتكلم object oriented object بيفاعل مع object فتلاقي ان السيستم قدام عينيك كله بيتفاعل مع بعضه والحرقة بتتفاعل مع بعضها كيلاقي السيستم قدامك شغال زي ما انت شايفه كده نطلع من ده كله ايه نطلع ان الobject oriented بتحاكي الاشياء طريقة في البرمجة اللي محاكات شيء معين بمعنى ان انا نعمل مثلا تصنيف لشيء معين هنعمل تصنيف للموظف ده وصف ثابت لأي موظف في الشغل اي موظف هيبقاله ايدي اي موظف هيبقاله نيم اي موظف هيبقاله مثلا جب الوصف ده بيشمل حاجتين اول حاجة الخصائص خصائص اي موظف ثاني حاجة العمليات العمليات المطلوبة من الموظف الموظف مطلوب منه انه يشتغل انه يمضي فدي خصائص الموظف ودي الايه ودي العمليات المطلوبة من اي موظف هذا الوصف بيشمل ايه بيشمل الحصائص والعمليات لأي موظف في الشركة بتاعنا الوصف ده بقى بيقوله علي ايه class لو انا سألتك سؤال وانتلك ما هي class ترد عليها تقول لي ايه تقول لي هو وصف ثابت لشيء معين اي شيء static definition of selling وصف ثابت لشيء معين اي شيء انت عايز توصفه اوصفه بس الوصف يشمل حكتين حصائص وايه وعمليات ممكن ما يبقاش له حصائص ممكن ما يبقاش له عمليات على حسب الشيء انت بايه بتوصفه تيجي بقى تعمل مثلا موظف في الشرك انا الموظفة وده موظف تاني في الشرك كل بقى موظف من دول لول نفس الحصائص ولكن اختلاف القيم بتاعت الحصائص يؤدي الى اختلاف الأوبجيكت عن بعضها البعض بمعنى ال id هنا 100 لكن هنا ال id 101 الوظيفة هنا انجينير لكن الوظيفة هنا مثلا اكاونت محاسب قال لك مثلا الاسم هنا ابراهيم قال لك مثلا الاسم هنا زياد هي هي نفس الحصائص ولكن القيم هنا مختلفة عن القيم هنا ينتج 2 اوبجيكت مختلفين انا الجرنامج بتاعي لما يجي يتنفذ انا يهمني الكائنات تتفاعل مع بعضها الكائنات دي هتطلع من ايه هتطلع من وصف ثابت الكائنات دي يقولوا عليها اوبجيكتس عندنا كلاس وصف ثابت لشيء معين ومجموعة من الكائنات هتطلع من هذه الكلاس تجي يبقى تسألن واتقول لي ايه ولو يقول لي قبرا بشه مرنز دلوقتي ازاي ه هعمل الكلاس ازاي هنعمل الحصائص ونعمل العمليات اللي انت عملت تتكلم فيها دي و ازاي الابجيكت ده و الابجيكت ده هيتعامل و ازاي ان اتنين دول هيتتكلموا مع بعض و ازاي هيتفاعلوا مع بعض و ازاي سيستم بتاعي هيشتغل كل الاسئلة يانت بتسألها هو ده الكورس هنتعلم ازاي نعمل اوبجيكت هنتعلم ازاي نعمل كلاس هنتعلم ازاي الاثنين object هيتفاعلوا مع بعض والسيستم بتاعي هتطلع ناتج ازاي كل ده هنتعلمه مع بعض في القرص اهم قعد عايزك تطلع بيها من السيشل دي ان الobject oriented بتحاكي الاشياء اي شي ام اقدر اوصفه القلب اقدر اوصفه السمكة اقدر اوصفها الشاشة اقدر اوصفها اي حاجة من حواليك تقدر توصفها ومن هنا تقدر تستمتج خواعد الobject oriented زي مثلا الوراثة ماهو كائن بيوريس من كائن وكائن اتناني بيوريس منه فمن هنا جات فكرة مبادئ الobject oriented تعالي بقى المفروض دلوقتي انا هقولك ازاي تعمل كلاس وازاي الحصائص دي بتتعمل وازاي العمليات بتتعمل لكن تعالي مرضو نغو النسال تاني على الobject oriented تخيل مثلا معايا ان احنا بنعمل برنامج لمحل ملابس احنا قررنا ايه قررنا ان احنا بنعمل البرنامج بتاعنا ده بطريقة الobject oriented programming معنى كده ايه معنى كده ان الobject oriented programming هي الطريقة في البرمجة وليست لغة برمجة قراءة في التفكير اسلوب في التفكير تخيل فيها السينابيو ده انه انا مثلا عند العميل داخل المحل اوه هيتكلم مع مين انا هيتكلم مع الموظف فده العميل لكن ده الموظف فانيقول والله انا مثلا عايزة شريي تي شيرت فالتي شيرت اوه طيب سيدي هتدفع ازاي؟ قالك والله انا هدفع بالفيزا بتاعتي فالمحل عنده ايه فالمحل عنده ماشين بتاعتي الفيزا عشان الراجل باستخدام الكرت بتاعه يقدر يدفع باستخدام الفيزا بتاعتي هنالك ده البرنامج ده ازاي؟ قالك بصراحة بجتا لا تعمل ما فيه ناس هتشتغل قبل منك انت عاضل ديفلوبا ما فيه ناس قبل منك هيخش المحل ده قالك هما الالالسيز والدزاين الالالسيز ومين والدزاين ناس محللين ومصممين للأوبجيكت توريانتل برو برامي ووظفتهم ايه؟ ووظفتهم ان هما يحددوا الاشياء بتاعه هذا السيستم هما هما جا طريقة فكر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انا عندي موظف احنا عندنا شرط احنا عندنا ماشين المشين بتاعت البنك ياخده مثلا على سبيل المثال هياخده المشين بتاعه يعمل ايه يحدده مواصفات المشين دي نقول مثلا المشين دي ليهها الموديل بتاعها ليهها النوع الطائر ليهها البنك اللي هي تابعة ليه جاء مواصفاتها طيب بالنسبة للعمليات بتاعتها هل لك بالاول مثلا بتعمل عملية تشك بتفحص هل مثلا الرصيد بتاع الشخص ده يسمح طيب بيعمل عملية ايه عملية خاصة بديسبوز مثلا بيخص سعر التشيرت من الرصيد بتاع الراجل كل دي العمليات والخصائص بتاعك المشين البرنامج بتاعك هيعمل ايه المحل ده عنده مثلا ايه ماشين واحدة بس يبقى هيبقى فيه object نحط بقى الموديل مثلا سوني هنحط النوع ولا القلر احمر هنحط البنك الاهلي عندنا ماشين تانية في البرنامج بتاعنا نعمل ماشين تانية نحط مثلا الموديل بتاعتها مثلا برضو نخليها سامسونج طيب بالنسبة للطائق للقلر نخليه مثلا ازرق البنك اللي هي تابعة ليه البنك مصر ادي ده كلها object وده object ثاني خالص وكل واحد من خصائص بتاعته بقيم مختلفة انا كبروغرامر وظيفت ايه انا كبروغرامر هتجيل الحاجات دي هتجيل كده يبقى احنا كده وصلنا لنهاية هذي استيشان استيشان دي هنغرب منها حاجة واحدة بس زي ما انا قلت في البداية ما هي الobject oriented الobject oriented طريقة في البرمجة فكر في البرمجة ان انا بحدد الاشياء اللي في السيسم بقاعي بعد كده ابتدي باقي نتلين نتعلم مع بعض الobject ده هيتعامل ازاي الكائنات ده هيتعامل ازاي مع بعضها كمال بربنا اللي احنا نكون وضحنا ايه object oriented وطريق نشوف لها ازاي ده بالنسبة للسيشان رقم 4 ان شاء الله في السيشان رقم 5 هنبتدي بقى مع بعض نت القود ونشوف القلاص دي تتعامل ازاي وازاي هنعرف الحصائص ونعمل الميسيز او معنى صح العمليات ازاي اشوفكم ان شاء الله في السيشان 5 بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته